فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فمن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوردة لإخواني في قناة الندى وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله يطلب السائل نصيحة في تربية الأبناء في ظل ما نراه من حولنا من موجات الإلحاد والتشكيك في الله سبحانه وتعالى النصيحة أولاً أن تسأل الله رداية لأبنائك ولنفسك ولبنائتك قال آل الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ويقول الذي بلغ أشده وبلغ أربعين سنة رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فعليك أولاً بدعاء الله سبحانه وتعالى بصلاح الذرية بنين وبنات ثم علمهم من كتاب الله ما تيسر علمهم من خوف من الله أقرأ المواعظ التي وعظ بها الأنبياء أبنائهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله وكذا التي أوصى بها الصالحون أبنائهم أقرأ وصايا يعقوب أقرأ وصية لقمان لابنه هو يعظوه ففيها أنه عن الشرك والتخوي في سنة هذه الوصية تعليم الأبناء خشة الله بالغيب علمهم أن الله يراهم ثم الصحبة الصالحة فالثغم على الصحبة الصالحة والأمر أوسع مما ذكرت ففيما ذكرت خير وبركة إن شاء الله يقول السائل أشعر بألم شديد في أسفل الظهر مع بعض الكوابيس نصحني أحد الناس بالذهاب لأحد المشايخ فذهبت إليه فسألني عن اسم أمي ثم أخبرني أنه سهر لا تتبع هذا فهذا فعل السحرة أول ما يسألك الشخص عن اسم أمك فاعلم أن هذا من السحرة ولا تذهب إليه أبدا بل الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله والكوابيس التي تكون في المنامات لا عدة أسباب نعم قد تكون تخويفات من الشياطين ولكن أيضا قد تكون بسبب أمراض تعتري الأشخاص والأطباء لهم في ذلك تفاصيل فالجأ إلى الله وارق نفسك من الأذكار الوردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذن الله تشفى وبإذن الله تسلم يقول هل يصلح أن أصلي بالجورب على وضوء لمدة يومين مع العلم أنني مقيم ولست بمسافر ولكنني مريض ببعض أمراض العظام ويرهقني الوضوء أن أصح من أقوال العلماء ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه أنه رخص للمقيم في المسح على الخفين ليس على الجورب الجورب ليس فيه نصوص إنما قياساً يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا يليها للمسافر فعلى هذا الحديث لا يجود لك أن تمسح على الخفين ومن ثم الجورب أكثر من يوم وليلة إلا أن بعض المالكية أو المالكية عموماً يفتحون الباب ويجوزون ذلك لأمور يرونها إذا أنت أخذت بالرأي المالكي فلك وجهة لكن الأولى والأسلم أن تبني على يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا يليها للمسافر والله أعلم أقول ظهرت في الأوينة الأخيرة امرأة تسمى ليلة تدى علم الغيب ما الحكم في السماع لها بدون تصدقها ولكن من باب العلم بالشيء أو متابعة الأخبار لأنها تذكر أشياء تحدث بالفعل أقول وبالله التوفيق إن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ثم أيضا الجن لا يعلمون الغيبة كذلك قال ربنا سبحانه في سن نبيه سليمان عليه السلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين ثم إنه قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان أي تمتثل ملائكة بالضرب على بالضرب بأجنحتها يحدث هذا الضرب صوتا كأنه سلسلة على صفوان فيقول أهل كل سماء للتي تليها ناذا قال ربكم فيقولون الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير فيتناقل أهل السماوات الخبر حتى يصل إلى سماء الدنيا فيتناقل أهل السماء الدنيا من الملائكة الخبر الذي قدره الله وقضاه ماذا قال ربكم يقولون كذا وكذا وهناك مسترق السماء جن أقوياء يصعدون إلى السماء يتسمعون الأخبار كان هذا التسمع قبل بعثة النبي موجودا وكانوا يقتلون أحيانا لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت جدا الملاحقة لهم فقالوا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسماء أي من السماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا يعني فالملائكة تتحدث بالخبر في السماء ومسترق السماء يتصنطون فيخطف أحدهم الكلمة فيتبعوا الشهاب لكن ربما أحرقه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة على فم الكاهن وربما أحرقه الشهاب بعد أن يكون ألقى الكلمة على فم الكاهن يعني من يحترق قبل أو بعد فهيكذب الكاهن معها مئة كذبة إذا عوتب قال ألم أقل لكم إنه سيحدث يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة وهي كلمة حق وسط مئة كلمة من الباطل أراد الله ذلك وشاءه إرادة كونية قدرية فالمسلم لا يقبل أبدا هذا ولا يستمع إليه ومن أتى كهنا صدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما أخوهم ضم للطريقة الديجنية ما حكم هذه الطريقة غايتها على الإجمال طريقة من طرق الضلال عياذا بالله منها والتفصيل فيها له مقام أوسع إن شاء الله أنا أصح بالبود عن كل هذه الطرق الصوفية الحائدة عن كتاب الله والحائدة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزاما لا يستمجرد نصيحة إنما لزاما للمسلم الذي واللزام على المسلم الذي يريد التحري لدينه يقول نريد نصيحة فيما يخص العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة ما الكتب التي تنصحنا بقراءتها هذا ككتاب مختصر العقيدة التحاوية ومختصر معرج القبول وقد قمت بصياغة شيء في هذا الصدد كتاب موجود اسمه فصول في صحيح المعتقد والإيمان والتوحيد هم استخدام السواكي في صيام التطوع يفسد الصيام لا يفسده لأن النبي قال لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولم يفارق النبي عليه الصلاة بين صائم وبين غيره وذلك حديث في الباب لكن في أسندهم قال كحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أخصي يستقه صائم هذا ضعيف لكن أموم أمره لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عما الصائم والمفطرة والله أعلم ما حكم السحر في الإسلام ولو الشرك من العلماء من قال السحر كفر فذلك لأن الله قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فهذا مستند القائلين بأن السحر كفر وهناك فريق من أهل العلم قالوا لا بل السحر كبيرة من الكبائر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر الحديث فرق بين السحر وبين الشرك هذا وقد فصل بعض العلماء بتفصيلات قالوا إن أتى الساحر بما يحكم به عليه بالكفر كفر وإن أتى الساحر بما يحكم عليه بالكبيرة يعد قد ارتكب كبيرة فبحسب ما يتأتى من الساحر والله أعلم فأقينا أن من أنواع السحر كفر كالساحر الذي يقول مثلا لن ينصرف الجني إلا إذا بلت على المصحف أو وضعت المصحف في الحمام هذا كفر بلا شك فبحسب ما يأتي به الساحر والله أعلم هل ثبت في السنة الصحيحة أن ليلة الإسراء والمعراج كانت ليلة السابعة والعشرين من رجب لم يثبت ذلك بإسناد صحيح والله أعلم غاية ما يمكن أن يقال إن الإسراء والمعراج كان بمكة قبل الهجرة لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فكانت قبل الهجرة بارك الله فيك لكن ليلة السابعة والعشرين لم يثبت فيها نص ما حكم استعمال الكحول في إزالة الصبغ من الملابس لا بأس بذلك وهل الكحول يعد خمرا قونا واحدا أقول في ذلك نظر لأن الخمر من شنيها أن تسكر والكحول إذا الشرم يسمم ولا يسكر فانفصل عن كونه خمرا والله أعلم ما حكم يقول لبعض العامة في حال غضب من شخص ما سبعك الله يسبعك ما أدري عن هذا الكلام ولا أعلم إنها مستندا حليجوز تقدام التقويم الميلادي لحساب أيام الحيد بدلا من الهجري كل أحكامنا الشرعية تنبني على التقويم الهجري ولا يعرف التقويم الميلادي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فالأهلة مواقيت للناس فقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بقول ثلاث متواليات ذو القايدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان فكل تقاومنا سيام الشهرين متتابعين للمجامع في رمضان أو للمظاهر أو لقاتل الخطأ كل ذلك مبني على الشهور العربية الهلالية والله أعلم هل يتضاعف أعزل العمل الصالح في ليلة القدر الله قال ليلة القدر خير من ألف شهر فالعمل الصالح في هذه الليلة أفضل من العمل الصالح في ألف شهر ليس منها ليلة القدر وإن كان أعظم ذلك وأجل ذلك الصلاة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القادر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما المراد بقوله تعالوا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا من العلماء من قال إذا عممنا القرى فيكون من قرية إلا نحن مهلكوها أي مميتون لأهلها ومن العلماء من قال إن هذا في القرى الظالمة كما قال تعالى وكأي من قرية أمليت له وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي من قرية أهلكناه وهي ظالمة فهي خاوية على عروشية وبئر معطلة وخصر مشيد فحامل القرية هنا على القرية الظالمة من أن ينزل عليها عذاب فتهلك أو يدخل لها العذاب في الآخرة والله أعلم لكنها ستهلك كلها ستهلك كلها بالإماتة والله أعلم معنى هذه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون المعنى واضح البث هو ما يخفيه الشخص من الأحجان ومنه قول جارية أبي زرع جارية أبي زرع أو قول المرأة أبي زرع ما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبسيثا يعني أنها لا تنشر الأخبار بث الأخبار نشوها فالبث أحيانا يطلق على النشر وأحيانا يطلق على العفن قصدت بكلامهم زرع إحدى النساء تقول وَلَا يُولِجُوا الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ يعني لا يدخل يدهم ما يحسس عليه حتى يعلم إلي بي فالبث يطلق على النشر أحيانا يطلق على الكتمان في المضاد والله أعلم أشكو همومي التي في داخل صدري إلى الله وأشكو أحزاني إلى الله سبحانه وتعالى أما كونه يعلم من الله ما لا تعلمون فقد أعلمه الله أن النصر مع الصبر وأن العقبة للمتقين وأن ولده يوسف هذا عليه السلام سيكون له شأن للرؤية التي رآها إذ قال يا أمتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سهجدين هل الإفرازات السوداء والبنية قبل رؤيات القصة البيضاء من الحيضي؟ كثيرا ما يشكل على النساء أمر القصة البيضاء وليست كل النسوة تعرف القصة البيضاء قل منهم من يعرف ذلك فإذا انقضت مدة الحيض الشهرية وانقطعت دم اختسلت المرأة وصلت والصفرة والقدرة بعد انتهاء مدة الحيض للاعتبار لها الاسم دم الحيض فإذا انقطع دم الحيض اختسلي وصللي أما قولك الإفرازات السوداء هذه تأكدها هل هي دم أو ليست بدم هل الذي له الملك ومالك الملك فهل لما يريد من أسماء الله تعالى أذي تجري كما جاءت لا اختلاف أن الله مالك الملك وللهم مالك الملك فأودعها بعض العلماء في الأسماء المضافة لله خير الرازقين مالك الملك أحكم الحاكمين غافل الذنب قابل التو ومن العلماء من قال تكون مفردة والأظهر الأول لأنه يدعى بها مالك الملك الله يقول في الأسماء الحسنة ولله الأسماء الحسنة فنعوه بها فهو اسم وحسن ويدعى به فمالك الملك انطبق عليها ذلك والله أعلم كيف الجمع بين فرضي خمس صلوات وخشت النبي أن تفرض عليهم صلاة القيام لابد من التحليل الزمني للحديثين خشيت أن تفرض عليكم في صلاة طرويح وبين أهل علي غيرها من ناحية الزمن حتى نقول بالنسخ أو بعدمه وليس للتأريق سبيل نستطيع الوقوف عليه والله أعلم شيع في الشبكة وقرأت في بعض الكتب أن سيدنا عبدالله بن الزبير كان بخيلا صعب الخلق هذا صحيح عبدالله بن الزبير رضي الله عنه صحابي جليل وفاضل وكان يؤثر عنه بعض الإمساك ليس الإمساك الشديد كما صوره الأمويون فالأمويون صوروا عبدالله بن الزبير تصويرا سيئا وصحابي جليل وفاضل وكان شعراءهم يجون ويقولون قادني من ناصر الخبايبين قد ليس الإمام بالشحيح الملحد يصفونه بأنه ألحد في الحرم وما ألحد هم الذين ألحدوا في الحرم أهل الحجاج ومن معه هذا والله أعلم ولا فاصل منعوده إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستعين بالله لموصلة الإجابة على أسئلة الإخوة الواردة لإخواني في قناة الندى سلمهم الله وأحفظهم فقل السائل مصحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة الإسرائي على عجوز في الطريق فسأل جبريل عنها قال لم يبقى من الدنيا إلا ما بقي من تلك العجوز لا أعلم لها سندا ثابتا ما قصد ابن رجب من تفاوت عذاب العصاة الموحدين في النار حسب عمالهم لا شك أن أوصات الموحدين تتفاوت العقوبات الخاصة بهم في النار وبعد ذلك يقول الله أخرج من النار من كان في قلبه مصقال ذرة من إيمان الأول مصقال بره مصقال شعيره مصقال فهذه بعد مدهد فالمدهد هذه بناء على تفاوت صور العذاب أما الزكر أن بعضهم يموت إماتة أحتاج فقط مراجعة اللفظ التي فيها يموتون إماتة ثم يصب عليهم من ماء الحياة أحتاج مراجعة هذا اللفظ والله أعلم هل يسرع تكرار العقيقة إذا كنت تقصد إذا كنت تقصد يعني بعد أن زبحت إذا كنت تقصد أزبح اليوم خروف للولد وبعد مده خروف آخر لا بأس لك الزبحت خروفين وأزبح خروفين مرة أخرى فأنت أتيت ما عليك تحب أن تسميها صدقة لا بأس أن تسميها صدقة يقول إنه سب الدين وقت غضب وسمعت أنه سب الدين يكف ولا تقبل صلاة ولا استغفاره لا يحتاج استغفر ويعمل صليحا فباب الطوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها بارك الله فيك أختان كانت لهم أخت ثالثة فمأتت الأخت الثالثة وعندها ذهب وثروة الأختان وجدتها بعد أن ماتت أختهما أو علمتها تقينا أن أختهما كانت ساحرة وأنها جمعت المال من هذا السحر إذا تأكدت أن المال مجموع من السحر يتخلصان منه أخوط لهما ولم يتأكدت أخذت المال وتصدقت بما استطاعنا والإصم على من ماتت وبالله تعالى التوفيق هل تجرب صلاة الاستخارة بدون دعاء؟ لا تسمى استخارئنا لأن الاستخارة أصلح دعاء يعني صلاة الركعتين من أجل التمهيد للدعاء من أجل التمهيد للدعاء لأن الدعاء عاقب العمال الصالحة أقرب إلى الإجابة والله أعلم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالذي لا يدعون لا يقال صلاة الاستخارة وصلا ركعتين ما حكم الحاح المرأة على الزوج بالطلاق فطلاقها بدون نية كل يوم طلقني طلقني قال لا أنت طالق التطيقة محسوبة التطيقة محسوبة بارك الله فيك هل يجوز أن أسافر عمرا بدون محرم؟ يجوز أن تسافر عمرا بدون محرم على قول الباضل والماء مع رفقة الأمنة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الإمرأة تؤمنوا من الأولهم الآخر أن تسافر إلا مع محرم قال بعض العلماء الغرض من المحرم تأمين المرأة في السفر فإذا تحقق التأمين وجهد ذلك واستدلوا لقيلهم هذا لأن أمهات المؤمنين حججن زمن عمر مع رفقة آمنة مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانت حجت نافلة لم تكن فريضة لهن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم يا عدي يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله تقول إنها معلمة قرآن هناك بعض الطالبات تأتي لي ببعض الهدايا خاصة إذا ختمت طالبة القرآن الكريم تقوم بتكريم وبعض من الهدايا فما حكم قبول هذه الهدايا إذا كان ذلك بعد انتهيها فلا بأس من غير اشتراعات منك أن تأتيك بهدية أما الأجر فجائز لكن إذا كانت الهدية من أجل أن تهتمي بها أكثر من غيرها من البنات فستكونين ظلامت سائر الطالبات والله أعلم يقول توفي والدي وترك مبلغا كبيرا من المال ومصدره من منحة التقاعد التي كانت تقاضاها هل هذا المال من حق أمي فقط أو من حقنا جميعا لا من حق سائر من حق عموم الورسة والله أعلم هل يجوز لمدرس أن يشجع الطلاب للتلقي العلم بجزء من زكاة المال لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك إنما يعطي الطالب الفقير من الزكاة ولا يشاهر به بارك الله فيك جد ترك منزلا وعنده تسعة أولاد وأبنات كلهم كلهم ماتوا ما عدا ولد وبنت على قيد الحياة وأحفاده كثيرون جدا كيف تقسيم المراث الآن السؤال في غموض الجد هذا هل كل أولاده وبناتهم ماتوا في حياته وما بقي من ذريته إلا ولد وبنت إذا كان ذلك كذلك يعني إذا كان الجد مات الآن عنده أحفاد كثر ولكن الذي على قيد الحياة من صلبه الأول ولد وبنت فالأولاد يأخذ دعف البنت ولا شيء للأحفاد إلا أن الحكومات في بعض الدول تفرض لهن ما يسمونه بالوصية الواجبة لكن لا مستند لها والله أعلم يقول عندي ستون سنة وأمسك المصحف للحفظ والقراءة كثيرا ولا أستطيع أن أكون على وضوء دائم لانتقاض الوضوء بسرعة هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء؟ أختاروا رأي القائلة من الجواز لأن المانع في هذا آية وحديث أما الأول الآية فيلا يمسه إلا المطهرون وأما الحديث فحديث لا يمس القرآن إلا طاهر أما عن الحديث فهو ضعيف الإسناد أما الآية لا يمسه فعائدة على الكتاب المكنون الذي أندى الله والمطهرون الملائكة هذا اختيار عدد من العلماء واستدالوا لاختيارهم بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة والسفرة الملائكة والله أعلم عند رؤية الشرائية أرفع النقابة الوقت الرؤية أم لدقائق معدودة لم رؤسع في ساعة يعني فأنت رأيك لكن ما تطول في القلسة يعني معه قالوا إذا تمت الخطبة هل أثناء زيارة الخاطب أرفع النقاب في كل زيارة أم لا؟ هل أثناء زيارة الخاطب يعني إذا تأكد أو خلص تمت الخطوبة ورضي بك ورضيت به فلا معنى لإنسان إن قام مرة ثانية قد يولد هذا فسادا والرؤية من أزل خطبة قد تمت والله أعلم من غير تجديد في هذا الباب هل توجد صورة أقرأها يوميا لفتح الرزق؟ لا أعلم صورة إنما كرر الدعاء أما حديث من قرأ صورة الواقعة لم تصبه فاقه فحديث ضعيف ومن الله التوفيق هل دعاء الفجر خلف الإمام بعد سمع الله لمن حمد سنة؟ تلك من المسائل التي اختلف العلماء فيها وفيها أكثر من قول لأهل العلم فإذا فعلت ذلك فقد اخترت رأي المذهب الشافعية في هذا الصدد ولا تثريب عليك لأن الاختلاف قوي في هذه المسألة والأمر فيه سعر هل العاصي أو من فعل ذنبا إذا قام أحدهم بظلمه هل لا يستجيب الله له دعاءه ولا يأخذ الله له حقه؟ لا لا ينجب يعني فيه واحد مظلوم لكنه عاصي مثلا يسكر مثلا يشرب خمرا هل هذا الذي يسكر أو يشرب خمرا إذا ظلمه ظالم أكل ماله أو ضربه هل لا يؤخذ؟ يؤخذ إذا ظلمه إذا ظلمه وأكل ماله بغير حق يؤخذ أما إذا قال العاصي اللهم انتقم لي منه والعاصي مظلوم فأمر الدعاء موكل إلى الله يكشف ما تدعون إليه إن شاء والله أعلم هل فلوس السمصرة حلال والأحرام؟ يعني أكون وسيطا بين البائية والمشترية بين المبلغ كبير جدا لا بأس بالسمصرة بالوساطة بالوساطة تدل البائع على المشترية المشترية على البائع وتأخذه جزءا من المال لا منع من ذلك ما دمت لم تغش أن السمصرة أحيانا تقول الشقة طيبة جدا وفيها قلل وأنت لم تذكر الخلل أو تغش البائع على المشترية فإذا أمنا من الغش والتدليس فهذه تسمى دلالة تدل زيدا على عمر للشراء منه ولا بأس بذلك هل هناك صورة اسمها صورة الاستجابة؟ ليس هناك صورة في معلمت اسمها صورة الاستجابة لا حكم تعليق نافتات على المنزل للتذكير بالصلاة على النبي ليس هناك ما يمنع إلا إذا كانت ستمتهن فلا تمتهن أسمع الله أو لا يمتهن اسم النبي لكن للتذكير لا بأس قال تعالى فذكر فإن ذكرة فالمؤمنين لا نستطيع تحريم ذلك إلا في حال امتهانها والله أعلم يقول أسمع قرآنا لما يكون في الطريقة والشارع وأسمع أيها فيها سجدة التلاوة الوجبت عليها سجدة التلاوة سجد التلاوة في الجملة مستحب ليس بواجب إن سجدت فهو حسن وإن لم تسجد فلا تسريب عليك قرأ عمر رضي الله على المنبر قول الله تعالى من سورة النحل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيع الظلاله عن اليمين والشماء لسجد لله داخلون الآيات ونازل وسجد نازل وسجد والجمعة الموقع وسجد من معه في المسجد والجمعة التي بعدها قرآها ولم ينزل ولم يسجد وقال للناس أيها الناس إن نمر بالآيات فيها السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه والله أعلم تقول أختي طلاقها زوجها ويحامل متى تخلص العدة إذا وضعت حملها لقول الله تعالى وولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم فعدة المطلقة ويحامل انقضاء الحمل وضع الحمل والله أعلم في شهر خمس مثلا وطلقت المغرب وأسقط الجنين أو سقط الجنين بعد ساعة برأت من الأدى ليس عليها عدة حينيث لو أخي أماله مشكوك فيه أنه في جزء حرامه وأوقاته أطيني فلوس لولادي هل حرام أخذ الفلوس منه دي؟ من تتقلين مشكوك فيه ليس مقطوع بتحريمه فرأي بمسعود أنك تأخذين ذلك منه ولك حلاوته وعليه إثمه وقد قبل النبي هدايا اليهود وقبل النبي هدايا المقاوقس ملك مصر وقبل النبي بغلة من ملك عيلا وقبلت سارة عليه السلام هاجر كامة من الإماء من الجبار وأتتها لإبراهيم عليه السلام يقول إن الشغال فيك فيه وكفيه يقدم شيئش شغل يخاص بالمشروباتها الراتب حرام وراتبك ليس محرام لكن توجدك في هذه البغرة يكره لك إذا كنت من الصالحين مارك الله فيك مع أنك لا تقدم شيئش لكن وجودك في هذه الأماكن لا يليق بك لا يليق بأهل الصلاح والفضل والله أعلم قلنا مظفة وزوجها نويا نطلع عمره على نفقته بعدين سمن العمره طالما بشتغل يمقى ندفع فلسه فطالما مني نسأل في الموضوع لا يعني إذا الزوج دفع تكاليف العمره لزوجته برضى نفسه لا إشكال حتى لو كانت سرية لا إشكال في ذلك بل هو محسن والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضه بما أنفقه منهم ليه فإذا اعتبر الفلوس عدية قال أنا أهدي لك عمره لا منع من ذلك ولا يلزم من تدفعيه لكن إن تشاححا فلا يجب عليه أن يخرجها للعمرة والله أعلم ما حكم شراء الذهب بالتقصيد لا يجوز شراء الذهب بالتقصيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وها والله أعلم تجارة الذهب فيها ثلاثة محزير على التجار أن ينتبه لها لا يجوز ما يذهب بالآجل الثاني الفصوص إذا كانت كبيرة تفصل وتبع لحالها الثالث لا تبيع الذهب القديم على أنه جديد بارك الله فيكم يعني يجوز لي نشر محتوى علمي والربح منه من تطبيق الإنترنت وأصحابه لم يضعوا في سياسة خصوصية أنه ممنوع وبعدت لهم وبعدت لهم أسألهم ولم يردوا خذ الربح ما دامه لم يحزره من ذلك نعاني من مشكلة وسوسة في الطهارة وخاصة الغسل حديث حيث أقضي أكثر من ربع ساعة فيه وأستهلك الكثير من المال لذلك أريد أن أعرف ما هو متوسط الوقت ما فيه متوسط تغسل كلها لا تثقى أس دقيقتين أو سلس دقائق الوضوط والله أعلم ما فيه هناك وقت لكن تعوذي بالله من مشكلة رجيم ورق نفسك كان عندك مرض عصبي يورث الوسوسة أرد نفسك على طبيب مستعينة بالله يقول عملت مصحف كصدقة جارية لأخي هل يجوز أن نحتفظ بواحد وأقل فيه من المصاحف لا مانع إن شاء الله هل يصل له ثباب القراءة ثباب القراءة لا يصل إليه إنما الذي يصل ثباب الصدقة الجارية التي هي مصحف والله أعلم ما حق من إطلاق السلام عند دخول المسجد لا مانع وهو أحسن لأن النبي قال في حق المسلم على المسلم إذا نقياه فليسلم عليه قل بنتان لدينا ورث من أمي ولدينا خال وأمي من نفس الأم وليس نفس الأم هل له ورث مش فهمي وما هو نصيبه من الورث إذا كان له الأول أنتم البنتان لكم الثلثان مما تركته أمكما والصال هذا ننظم ما شأنه مش فهم توصيف السؤال كلمون على الهاتف الخاص نعرف ما توصيف الصال لأن السؤال غامض بعض الغموط هل يجوز للصلاة في مسجد زاوية كما يصفونها علم أن المسجد الآخر بعيد عن البيت يجوز ما دامت اتخذت مصلى والله أعلم حكم إفرازات طوبة الفرج عند المرأة هل تجيب الوضوء؟ هذه الإفرازات ليست ببول وليست بمذي ومن ذلك اختلف العلماء فيها فمن العلماء من قال لا تنقض وضوءاً لا تنقض وضوءاً لعدم وجود دليل على أن الإفرازات هذه تنقض النضوء هي ليست مذي وليست بول إنما رشح من جدار الرحم ومن العلماء من قال لأنها خرجت من السبيلين ومن أحد السبيلين فتنقض لكن أجيب على ذلك بأنه ليس هناك حديث يفيد أن كل ما خرج من السبيلين ينقض وليس هذا مجمع عليه أيضاً طبقينا مع النصوص نعم أغلب ما يخرج من السبيلين ينقض لكن ليس الكل فلذلك حصل الاقتلاف بين أصحاب المذاهب في مسألة الإفرازات وتكثر من النسوة الحوامل وكما أسلفت ليست بمذي بالذال ولا ببول ولا بمني فعليه أجنح إلى اختيار قول العلماء القائلين أنها لا تنقض الوضوء والله أعلم تقول لو أن أخرج أنا وخطيبي ينفع نأخذ معنا أخته أو ابن أختي كمحرم ولا لاجم حد من أخواتي لا تخرجي مع الخطيب إلا إذا دعت الضرورة لذلك وإذا قدر لا تكوني معه وحدك إنما يكون معكم ثالث إنه رجل أجنبي عنك بارك الله فيك هل يجب الأرمال تزوير نفسها وزواجها عند محامي لا نكاح إلا بوليه كما قال النبي عليه السلام وسبق تفصيل القول في هذا الباب باتساع إن وفقكم الله هل الجواز العرفي بالإشار والشهود على العقد والصيغة الزواج حلال من الذي سيزوجك في المجلس هل يزوجك الولي الشرعي أم من إذا كنت ستزوجين نفسك فهذا باطل أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحوها باطل كما قال عليه السلام وقد قال تعالى فانكحوهن بإذن آلهن والله أعلم وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون